المشاهدين نروح لصالة برج العرب زي ما عودناكم عشان ننقل لحضراتكم أجواء ما قبل المباراة والزميلة العزيزة سالة حامد يتفضل يا سالة تحياتي لك طبعا يا كابتن هيسم وكل ديوفك الكرام وكبتلنا كبار طبعا في الستوديو الكابتن محمد السلعي واللكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدي ومتبعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما حقا قلت طبعا يا كابتن هيسم حاليا نحن متواجدين داخل صالة المباراة اليوم صالة الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية هنا نقل لحضراتكم كل الأجواء هنا واستعدادات الفرئتين سواء فريقا لنادي الأهلي أو فريقا نادي الزمالك في ثلاث مباراة من سلسلة The Best of Five لدور النصف النهائي أو السيميفاينل من بطولة دور السوبر لكرة السلة رجال سريعا يا كابتن هيسم طبعا خينا نقل لحضراتك الأجواء هنا واستعدادات فريقا لنادي الأهلي تحت قائد مستر اجاصة إبوش المدير الفني الأسباني لفريقا لنادي الأهلي يمكن خليني أقولك كابتن هيسم أن الاستعدادات يعني روتين طبيعي جدا زي كل مباراة بالنسبة لفريقا لنادي الأهلي زي الاستعدادات اللي فاتت بالزبط الفريق يعني استعاد بشكل طبيعي جدا يعني استقنف أو واصل تدريباته بشكل طبيعي على نفس الصالة صالة المباراة صالة يعني استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية مبارح كان عندهم تمرين الساعة خمسة وكمان النهاردة الصبح كان في محاضرة فيديو أو فيديو ميتنج يعني كان معتاد ما بين مستر اجاصة وجميع اللاعبين يمكن طبعا تكلم فيها على أهمية المباراة اليوم يمكن طبعا النهاردة النادي الأهلي لو فاز في مباراة اليوم يعني رسميا يعني هيتأهل لدور النهائي من البطولة فطبعا نظرا لأهمية المباراة مستر جاوس تتكلم في النقطة دي مع جميع اللاعبين طبعا يتكلم معهم في التركيز بشدة في مباراة اليوم أيضا وعدم تكرار بالتأكيد الأخطاء يعني اللي وقعوا فيها في المبارايتين الفاتوا طبعا لضمان التأهل وضمان الفوز في مباراة اليوم زي ما تسمع طبعا يا كابتن هيسم يعني هتاف جماهير النادي الأهلي متواجدين داخل الصالة بيهتفوا طبعا للعيبة النادي الأهلي إن هم يروحوا لهم وبيدعموهم في مباراة اليوم والحرسين طبعا أن هم يكونوا متواجدين في مباراة اليوم أمام نادي الزمالك كمان خليني يعني أقول لها حدك وسطارد معك كابتن هيسم اللاعبة اللي هتشارك في مباراة اليوم السكواد لس طبعا يعني ليه فريقه لنادي الأهلي البداية هتكون مع براندن عمر عزب مصطفى كيجو إهاب أمين عمر طارق عمر الجندي كريم حاتم مروانا سرحان عمر عماد أو عمر جوزيلا أحمد مهيب ومحمد أبو النصر وأخيرا سيف سامير ويمكن طبعا سيف سامير يا كابتن هيسم خليني يقولك أن هو مصاب ويمش هيشارك فيه مباراة اليوم ولكن طبعا متسجل فيه الاثناشر لاعب يعني في السكواد لست الخاص بيه المباراة لكن طبعا خليني أطمن كمان السادة المشاهدين على إصابة سيف ساميري كالسيف ساميري يا كابتن هيسم بيعاني من خلع في أحد المفاصل الأصبع السبابة في اليد اللي يمنى وكمان مع وجود جرح قطعي ده يعني بالنسبة لسيف ساميري ودي الإصابة اللي عنده إن شاء الله يمكن بعد أسبوع تقريبا هيرجع تاني ويشارك في التدريبات الجماعية مع فريقه لنادي الأهلي ولكن النهاردة بشكل رسمي هيغيب عن مباراة اليوم طبعا أمام نادي الزمالك ده بنسبة لفريقه لنادي الأهلي كمان فريق نادي الزمالك يا كابتن هيسم استعد بشكل طبيعي جدا نفس الاثناشا اللاعب هيكون متوجدين في مباراة اليوم زي المباراة الأولنية والمباراة التانية والاستعداد برضو كانت بشكل طبيعي تدريب أو تمرين إمبارح والنهاردة أيضا كان في محاضرة فيديو ميتك ما بين الكابتن واق البدر وجميع اللاعبين يمكن طبعا دي الفرصة الأخيرة النهاردة بنسبة لنادي الزمالك للي عودة مرة أخرى للمنافسة على المرحلة اللي احنا في هذا الوقت ده دور النصف النهائي يمكن طبعا يعني دي آخر مباراة اليوم يمكن لعيبة النادي يا زمالك يا كابتن هيسم داخلين مباراة مركزين جدا عن باقي المباريات يمكن دي طبعا آخر فرصة اليوم زي ما قلت لحضرتك ولكن النهاردة إن شاء الله يكون الفوز من نصيب فريقه لنادي الأهلي كمان بالنسبة لأجواء هنا يا كابتن هيسم زي ما قلت حضرتك في البداية يمكن متواجد هنا عدد من جمهير النادي الأهلي ولكن بالنسبة لي جمهير النادي الزمالك زي ما حالك شايف ورايا يمكن المدرجات فاضية لسه يعني بدأوش يجوا لسه شوية يمكن مع اقتراب بدأ ألا مباراة هيزهر أو هيكون متواجد جمهير النادي الزمالك ولكن بالنسبة ليه مأسورة النادي الأهلي كمان متواجد فيها مستر هانريك رودن المدير الفاني لمتخبنا الوطني لكرة السلة اللي ممكن كان حريص دايما كان حريص فيه اول مباريتين حريص ايضا نهارد انه يتفرج على المباراة وبالتأكيد يعني معظم اللعيبة اللي دايما بيدمهم في المنتخبنا الوطني لكرة السلة وبالتأكيد يا كابتن هيسم انا معاك لو فيه اي سؤال والان العودة مرة اخرى للسوديو تكلم عليك طبعا يا كابتن هيسم تفضل سلة بشكرك شكرا جزيرا يعني الحقيقة غطيت كل النقاط اللي كنا محتاجين نسأل عليها وان شاء الله بالتوفيق ونبرك لبعد بعد المباراة ان شاء الله يا سلام